بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الاعزاء اهلا وسهلا بحضراتكم اليوم ان شاء الله هنبدأ اولى محاضراتنا في مقرر التنظيم القانوني للزكاء الاصطناعي محاضرتنا النهاردة هي المحاضرة الاولى وهنتناول فيها مفهوم الزكاء الاصطناعي في حديثنا النهاردة ان شاء الله عن مفهوم الزكاء الاصطناعي في محاضرتنا الاولى هنقسم محاضرتنا لعدة محاور اساسية هنتناولها ان شاء الله هتنقسم المحاضرة الى اربعة محاور اساسية او رئيسية هنعرف اول حاجة تعريف الزكاء الاصطناعي وفي حديثنا عن تعريف الزكاء الاصطناعي هنتناول موقف التشريعات الوطنية من تعريف الزكاء الاصطناعي هل اتفقت التشريعات جميعها على وضع تعريف او مفهوم محدد للزكاء الاصطناعي من عدمه كمان هنتناول تعريف الزكاء الاصطناعي في اللغة والفقه وهنعرف ان فيه فقهاء فاقوا واوردوا عدة تعريفات للزكاء الاصطناعي كمان هيكون هناك تعريف او رأي راجح لمفهوم الزكاء الاصطناعي وده اللي هيعتمد بصفته تعريف راجح لمفهوم الزكاء الاصطناعي في المحور الثاني هنتناول خصائص الزكاء الاصطناعي واهم اهدافه وهنعرف ان الزكاء الاصطناعي ده له عدة خصائص زي التمثيل الرمزي وزي ان هو بيحتضن المعرفة ويقوم بتمثيلها وزي ان الزكاء الاصطناعي ده بيكون لديه القابلية على التعلم وكمان ان هو بيستخدم الاسلوب التجريبي المتفائل بالاضافة الى ان هو بيتعامل مع المعلومات حتى لو كانت معلومات ناقصة وايضا بيتعامل مع البيانات حتى لو كان فيها تناقض او متكررة كمان بيتميز او من خصائصه انه عنده قابلية للاستدلال وايضا قابليته على محاكاة السلوك الانساني وبيؤدي مهارة وفق تفكير منطقي او يؤدي مهمه وفق تفكير منطقي كمان بيتميز او من خصائصه انه هو بيتميز بالعمل الدائم وبيعالج كم كبير جدا وهائل من البيانات بلا او دون وجود اي خطأ بيستقل ايضا الزكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات هنتعرف كذلك على اهم اهداف الزكاء الاصطناعي وهنعرف ان الزكاء الاصطناعي له اهداف بتتمثل في تمكين الالات الزكية من معالجة المعلومات والمسائل بشكل اقرب لطريقة الانسان ايضا من اهدافه انه هو بيعمل على فهم افضل لمهيط عمل الزكاء البشري بعد كده في المحور الثالث ان شاء الله هنتحدث عن انواع الزكاء الاصطناعي ومكوناته وهنعرف ان الزكاء الاصطناعي له عدة انواع اما ان هو يكون زكاء اصطناعي محدود او ضيق او زكاء اصطناعي عام او زكاء اصطناعي فائق كمان هنتحدث عن مكونات الزكاء الاصطناعي وهنعرف حاجتين ان في مبادئ للزكاء الاصطناعي زي ان هو بتمثيل البيانات وكمان البحث والتفكير بالاضافة الى ان هنتكلم عن مكونات الزكاء الاصطناعي وهنعرف ان الزكاء الاصطناعي بيتكون من ثلاث مكونات اللي هم قاعدة المعرفة ومنظومة آلية الاستدلال ووجهة المستفيد اخيرا في المحور الرابع هنتناول تقييم الزكاء الاصطناعي وهنتحدث عن اهم الايجابيات الخاصة بالزكاء الاصطناعي وبعد كده هنتناول اهم مخاطره او الجوانب السلبية الخاصة بنظم الزكاء الاصطناعي نبدأ بالمحور الاول وهو تعريف الزكاء الاصطناعي ليه تحديد مفهوم الزكاء الاصطناعي له اهمية كبرى تحديد مهية الزكاء الاصطناعي له اهمية كبرى لان ده بيكون هو الاساس اللي هيبنى عليه بيكون هو الاساس لما يبنى عليه خاصة ونحن بصدد ايجاد تنظيم قانوني لمصطلح طبعا مصطلح تقني له اثر بالغ في تسيير حياة الناس وده هيجعل من الالمان به فيه نوع من الصعوبة وده بيعود الى عدم وجود موقف ثابت بالنسبة لهذا العلم سواء كان من الناحية القانونية او من الناحية الفقهية والحقيقة ان يمكن تبرير ذلك بحداثة هذا العلم وبسرعة تطوره وبقصرة استخدام تطبيقاته وتنوعها بشكل واسع بالاضافة الى خصوصية كل تطبيق منها عن الاخر ايضا سرعة انتشار هذا المفهوم لما يتمتع به من خصائص واسمات بتجعل من تنظيم استعماله امر غاية في الاهمية يبقى اذا النقطة الاولى اللي عايز حضراتكم تعرفوها ان تحديد ماهية او مفهوم الزكاء الاصطناعي ده امر له اهمية كبيرة جدا خصوصا ان احنا بنتعامل مع مصطلح تقني جديد متطور له اثر بالغ في حياة وفي تسيير حياة البشر او الناس بعد كده عشان نحيط بقى او يكون فيه احاطة بمصطلح الزكاء الاصطناعي زي ما قلنا ان هو علم متجدد ومتطور ولو جزور تاريخية في الوقت نفسه لابد لنا ان احنا نعرض اولا لاهم الاراء سواء كانت اراء تقنية او قانونية اللي صيقت وقيلت في بيان ووصف هذا المصطلح وده من هدف او من اجل الوصول الى خلاصة او رأي راجح يمكن الاستناد عليه في تحديد بعض الامور زي تحديد موضوع المسئولية عن الزكاء الاصطناعي وكمان تحديد طبيعته القانونية ده كله في النهاية بهدف او بغرض الوصول الى الوعاء القانوني الصحيح اللي يمكن ان احنا نضع فيه الزكاء الاصطناعي بصفة علمية تسم بالحداثة والتجدد بناء على ذلك هنعرف ايه هو المقصود بالزكاء الاصطناعي وايه هي موقف التشريعات الوضعية منه ده اللي هنبينه من خلال نقطتين مهمتين وهما موقف التشريعات الوطنية من تعريف الزكاء الاصطناعي ثم هنعرض لتعريف الزكاء الاصطناعي في اللغة والفق نبدأ ببيان موقف التشريعات الوطنية من تعريف الزكاء الاصطناعي الحقيقة بالنسبة للتشريعات المدنية فهي اختلفت في تنظيمها للزكاء الاصطناعي واختلفت حول وضع مفهوم جامع مانع لهذا المصطلح وده بيرجع الى خصوصية الزكاء الاصطناعي من جهة وكمان للتطور التقني اللي وصلت اليه الدول من جهة اخرى وده نعكس على ضرورة وجود تنظيم قانوني وده نعكس على ضرورة وجود تنظيم قانوني خاص بهذا المصطلح في بعض الدول بالاضافة الى عدم خلق هذا التنظيم في دول اخرى طبعا للفلسفة اللي بتتبعها الدول اذا على مستوى التشريعات المدنية اختلفت التشريعات في وضع مفهوم جامع لهذا المصطلح طيب على مستوى التشريعات الغربية الحقيقة ان التشريعات الغربية كانت اكثر استعابا من التشريعات المدنية لكل ما من شأنه ان هو يؤثر في حياة البشر اليومية من هذه المؤسرات طبعا بيأتي الزكاء الاصطناعي ونتيجا كده ظهرت عدة توجهات تشريعية كان لها السبق في ايجاد نوع من بوادر التنظيم القانوني للزكاء الاصطناعي يبقى اذا موقف التشريعات الغربية كان اكثر استعابا واكثر تعرضا لمفهوم الزكاء الاصطناعي على سبيل المثال نلاحظ مثلا في فرنسا ان الحكومة الفرنسية اطلقت بشكل رسمي استراتيجية خاصة بالزكاء الاصطناعي في عام 2017 كان من بوادر هذه الاستراتيجية ان تم تشكيل لجنة تسمى باللجنة الاستشارية الوطنية للاخلاقيات في فرنسا هذه اللجنة وضعت تعريف للزكاء الاصطناعي بانه عبارة عن تركيب برامج معلوماتية مكرسة للقيام بمهام ينجزها الانسان بشكل اكثر ارضاءا في الوقت الحاضر يبقى الزكاء الاصطناعي وفقا لتعريف اللجنة الاستشارية الوطنية للاخلاقيات فرنسا هو عبارة عن تركيب برامج معلوماتية مكرسة بهدف القيام بمهام ينجزها الانسان بشكل اكثر ارضاءا في الوقت الحاضر لانها بتتطلب عمليات عقلية عالية المستوى زي التعلم الادراكي وتنظيم الزاكرة والتفكير الناقد ومن ثم بتفترض تلك العمليات ان في قدرات معرفية بتسمح له بتحقيق اهدافه بمنتهى الاستقلالية يبقى ده اول تعريف اطلقاته الحكومة الفرنسية او اطلقاته اللجنة الاستشارية الوطنية للاخلاقيات في فرنسا طيب على مستوى الاتحاد الاوروبي بقى نلاحظ ان البرلمان الاوروبي في سنة 2017 اصدر قرار اوصفيه بمجموعة او بعد التوصيات تشريعية وغير تشريعية في مجال الروبيتات والزكاء الاصطناعي اوصفيها الى المفاوضية الاوروبية ودعاها لاقتراح مشروع قانون يكون بمثابة قواعد او يمثل قواعد القانون المدني اللي من شأنها ان هي تحكم مسئولية الروبوتات والزكاء الاصطناعي كمان دعاها الى ايجاد تعريف مشترك ما بين الدول الاعضاء في الاتحاد اللي هو اتحاد الانظمة المادية السبرانية والانظمة الزكية المستقلة والروبوتات المستقلة وفئاتها الفرعية يبقى اذا التشريعات الغربية لاحظنا ان في دولتين اهتموا جدا باستراتيجية الزكاء الاصطناعي وتموا ووضعوا تعريف لهذا المصطلح الجديد او لهذا العلم الحديث المتطور من التعريفات المستحدثة بقى اللي اقتراحتها المجموعة الاوروبية للزكاء الاصطناعي التعريف اللي بتقول فيه ان الزكاء الاصطناعي بارة عن مجموعة من الانظمة التي ابتدعها البشر والتي تعمل ضمن الهدف المعقد في العالم المادي او الرقمي اللي هو الافتراضي من خلال ادراك بيئتها وتفسير البيانات المجمعة في عقلها الصناعي سواء المنظمة منها او غير المنظمة والتفكير منطقيا في المعرفة المستمدة من هذه البيانات وتحديد افضل الاجراءات المطلوب اتخاذها وفقا لمعايير محددة مسبقا بهدف تحقيق الهدف المحدد يبقى التعريف ده تعريف اقترحاته المجموعة الاوروبية للزكاء الاصطناعي بالاضافة لكده فيه تعريف اخر او بالاضافة لكده فان المفاوضية الاوروبية قامت بانشاء هيئة تقنية بتسمى وحدة الروبيتات والزكاء الاصطناعي الوحدة دي كانت مهمتها الاساسية ان هي بتعمل على تطوير صناعات تنافسية في مجال الروبيتات الزكية والزكاء الاصطناعي في اوروبا بما في ذلك طبعا الروبيتات الهندسية والطبية والقدمية بالاضافة الى مجالها المتنامي او المجال المتنامي للانظمة الزكية المستقلة زي الطائرات بدون طيار والمركبات من دون سائق والحقيقة ان وحدة الروبيتات والزكاء الاصطناعي لانشاءاتها المفاوضية الاوروبية كانت بتدعم ايضا الانخراط الواسع والاستخدام الامثل لروبيتات الزكاء الاصطناعي في كافة القطاعات سواء كانت قطاعات صناعية او صحية او حربية الى غير ذلك يبقى اذا نعرف ان المفاوضية الاوروبية انشأت هيئة بتسمى وحدة الروبوتات والزكاء الاصطناعي بعد كده بقى بعد ما تعرفنا على موقف التشريعات الغربية وعرفنا مجال الاهتمام بمفهوم الزكاء الاصطناعي سواء في فرنسا او في الاتحاد الاوروبي هنعرف او ننتقل الان الى التشريعات الوطنية وهنتعرف او هنشوف تشريعين وهم التشريع المصري والتشريع العراقي الحياة المشارع المصري في القانون المدني لم يرد ذكر اي تعريف لمصطلح الزكاء الاصطناعي رغم ان هذا التشريع المصري اهتم رغم ان هذا التشريع المصري اهتم اهتمام كبير بما ابدته الحكومة المصرية في هذا الشأن فحيث اننا نلاحظ مثلا انه في 27 نوفمبر من عام 2019 صدر قرار مجلس الوزراء المصري اه رقم 2889 اه واللي انشأ بموجبه اه هيئة بتنظم او بتغطص بالزكاء الاصطناعي بيثمى المجلس الوطني للزكاء الاصطناعي في مصر والمجلس ده بيتبع رئاسة مجلس الوزراء المصرية وده اه بيشكل طبعا برئاسة وزير الاتصالات في مصر اه الحقيقة رغم تشكيل هذا المجلس ورغم اه الحاقه برئاسة الوزراء المصرية الا انه لم يعطي اي مفهوم للزكاء الاصطناعي رغم انه هذا القرار تعرض لبيانة اه تشكيل هذا المجلس وتحديد اجتماعاته واختصاصاته وامهمه بالنسبة لموقف القانون المدني العراقي اه هو كذلك جاء خاليا من تعريف الزكاء او وضع تعريف للزكاء الاصطناعي السبب في كده ان دولة العراق تعتبر ايضا من الدول اه غير المتقدمة تكنولوجيا خاصة في مجال الصناعات الزكية والزكاء الاصطناعي يبقى ده بالنسبة لموقف التشريعات الوطنية المحلية سواء كان التشريع المصري او التشريع العراقي تانيا بقى بننتقل لتعريف الزكاء الاصطناعي في اللغة والفقه ما هو تعريف الزكاء الاصطناعي في اللغة وفي الفقه الحقيقة ان تعريف الزكاء الاصطناعي وفقا لقموس ويبستر بيقصد به القدرة على فهم الظروف او الحالات الجديدة والمتغيرة او بمعنى اخر هو القدرة على ادراك وفهم وتعلم الحالات او الظروف الجديدة وده بيعني ان مفاتيح الزكاء بتتمثل في ثلاث حاجات اما الادراك والفهم والتعلم يبقى الزكاء الاصطناعي وفقا لقموس ويبستر بيقصد به القدرة على فهم الظروف او الحالات الجديدة والمتغيرة وبمعنى اخر بيقصد به القدرة على ادراك وفهم وتعلم الحالات والظروف الجديدة وده بيعني ان مفاتيح الزكاء بتتمثل في ثلاث حاجات اللي هما الادراك والفهم والتعلم طيب كلمة الاصطناعي بقى كلمة الاصطناعي هي بترتبط في الاساس بالفعل يصنع او يصنع وبالتالي فان هذه الكلمة بتطلق على كل الاشياء اللي قد تنشأ نتيجة نشاط او فعل بيتم من خلال اصطناع وتشكيل الاشياء المادية والمعنوية من قبل الانسان تمييزا عن الاشياء الموجودة بالفعل والمولودة بصورة طبيعية من دون تدخل الانسان يبقى كلمة الاصطناعي بترتبط بالفعل يصنع او يصنع وبتطلق على كل الاشياء اللي بتنشأ نتيجة فعل او نشاط بيتم من خلال اصطناع وتشكيل الاشياء المادية والمعنوية من قبل الانسان اذا كلمة زكاء اصطناعي بقى يقصد بها ايه او بتعني بتعني حس او قدرة الالة او الجهاز او البرنامج على ان هو يؤدي بعض الانشطة والمهام اللي بتتطلب زقاء فائق زي الاستدلال الفعلي وزي الاصلاح او التحرك الذاتي في اداء المهام الموكلة اليها يبقى اذا كلمة زكاء الاصطناعي بتعني قدرة الالة او الجهاز على ان هو يؤدي بعض النشاطات والمهام اللي بتتطلب الزقاء فائق زي الاستدلال الفعلي والتحرك الذاتي في اداء المهام الموكلة اليها بناء على ذلك نقدر نقول ان الزكاء الاصطناعي بيقصد به بصفة عامة هو الزكاء اللي بيصنعه او يصطنعه الانسان في الالة الزكية الزكاء الاصطناعي بصفة عامة نقدر نقول هو الزكاء اللي بيصنعه او يصطنعه الانسان في الالة الزكية او في الحاسب الالي او هو عبارة بمعنى اخر عن الزكاء اللي بيصدر عن الانسان بالاصل ثم يمنحه للالة او للحاسوب وبالتالي او ترتيبا على ذلك نقدر نقول ان الزكاء الاصطناعي ده هو العلم اللي بيعرف من خلال هدفه وهو جعل الالات اللي هما منظومات الحاسوب تعمل او تعمل اشياء تحتاج الى زكاء كالبشر ده بالنسبة لتعريف الزكاء الاصطناعي بصفة عامة بالاضافة لذلك في تعريف للزكاء الاصطناعي ورد في قموس روبر الصغير يبقى بالاضافة لذلك ورد تعريف للزكاء الاصطناعي في قموس روبر الصغير معرف الزكاء الاصطناعي بانه جزء من علوم الحاسب الالي اللي بيهدف لمحاكاة قدرة معرفية من اجل استبدال الانسان في اداء وظائف مناسبة في صياق معين بتتطلب زكاء هناك ايضا من قال بان الزكاء الاصطناعي هو عبارة عن العلم اللي بيهتم بصنع الات زكية تتصرف كما هو متوقع تتصرف كما هو متوقع من البشر انه يتصرف في اداء مهمه وبالتالي ده هيتطرق الى المجالات الاتية هيتطرق الى مجال اللغة الطبيعية والى مجال الروبوت والى مجال التعرف على الكلام وايضا مجال الشبكات العصبية الاصطناعية ومجال الانظمة الخبيرة يبقى وفقا لهذا التعريف فان الزكاء الاصطناعي هو العلم اللي بيهتم بصنع الات زكية تتصرف كما هو متوقع من البشر ان هم يتصرفوا في اداء مهمهم بالاضافة لذلك عرف بعض الباحثين والمتخصصين الزكاء الاصطناعي كلوا حسب وجهة نظره وكان نتيجة لذلك ان هم اختلفوا في تعريف الزكاء الاصطناعي لسبب بسيط وهو ان تعريف الزكاء البشري نفسه بيشوبه الكثير من عدم الدقة بسبب النظر الشائكة للذكاء وكونه فكرة مارنة ومتغيرة وبالتالي فانه ليس من المستغرب ايضا ان يكون هناك خلاف على تعريف او وضع مفهوم للذكاء الاصطناعي لذلك فاننا نجد من اهم التعريفات التي قدمت في هذا الصدد نجد ان في تعريف عرف الزكاء الاصطناعي بانه عبارة عن اتمتة النشاطات المتعلقة بالتفكير البشري زي صنع القرار وحل مشاكل التعلم الا ان هذا التعريف بيؤخذ عليه ان وضعوه قاموا بالخلط بين مفهومين متقربين وهما الزكاء والاتمتة قاموا بالخلط بين مفهومين متقربين وهما الزكاء والاتمتة اللي بتعني اتمتة النشاط الانساني بالاعتماد على الالة دون ان يكون هناك اي تطرق الى تلقائية قيامها بمهام البشر اللي هو مفهوم الزكاء الاصطناعي ايضا من التعريفات التي قيلت او قدمت في مفهوم الزكاء الاصطناعي انه عبارة عن وسيلة لصنع جهاز الكمبيوتر او الروبط بيتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر او برنامج بيفكر بزكاء بالطريقة نفسها اللي بيفكر بها البشر الاسكياء وبيتم تحقق الزكاء الاصطناعي من خلال دراسة كيف يفكر الدماغ البشري وكيف يتعلم البشر ويقررون ويعملون اثناء محاولة حل مشكلة معه ثم استخدام نتائج هذه الدراسة كاساس لتطوير برامج وانظمة زكية كمان عرف الزكاء الاصطناعي بانه عبارة عن علم او هندسة صنع الالات الزكية الحركة او هو ذلك الاسم اللي بيطلق على العلم اللي بيهتم بكيفية صناعة الحواسيب او الحاسب القادرة على اتخاذ سلوكيات زكية او نقدر نقول ان الزكاء الاصطناعي هو الذكاء الخارق اللي بتبديه اه الات وبرامج من شأنها ان هي تحاكي القدرة الزهنية للبشر ونمط عملها زي القدرة على التعلم واتخاذ القرارات لاوضاع اه لم تبرمج في الالة ده ايضا من ضمن التعريفات التي صيقت في مفهوم الزكاء الاصطناعي اه في تعريف اخر قال بان الزكاء الاصطناعي هو عبارة عن عملية فهم ومحاكاة لطبيعة الزكاء الانساني من خلال عمل برامج الحاسوب الالية الزكية اه الموجودة حاليا في مختلف نواحي الحياة واللي منها برامج الاستثمار والترجمة والطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة اه هذه التعريفات السابقة جميعها بيلاحظ عليها انها ذات افكار اه موحدة يعني كل الافكار اللي وردت في مجمل هذه التعريفات بتعتبر افكار موحدة ليه بتعتبر افكار موحدة لان واضعها اه وضعيها اعطوا اهمية كبرى للالات الزكية من خلال جعل الالة في مقام الانسان سواء كان تفكيرا او تصرفا او ممرصة لكافة جوانب الحياة اليومية مشيرين كذلك الى تلقائية قيام الالة بمهمها وده بينطبق على مفهوم المصطلح موضوع البحث نخلص او بناء على كل ما سبق الى انه هناك تعريف راجح للزكاء الاصطناعي هذا التعريف هو الذي عرف الزكاء الاصطناعي بانه عبارة عن مجموعة الجهود المبزولة لتطوير نظم المعلومات المحوسبة وتعليم الالة بطريقة تستطيع معها ان هي تتصرف وتفكر باسلوب تلقائي مماثل لتفكير البشر هذه النظم بتستطيع ان هي تتعلم اللغات الطبيعية وتنجز مهم فعلية بتنصيق متكامل او ان هي تستخدم صور واشكال ادراقية من اجل ترشيد السلوك المادي كمان بتستطيع في نفس الوقت ان هي تخذن الخبرات والمعارف الانسانية المتركمة وتستخدمها في عملية اتخاذ القرارات يبقى اذا هذا التعريف الراجح هو يعتبر التعريف الاكثر استخداما والراجح في تعريف الزكاء الاصطناعي وده التعريف زي ما قلنا لحضراتكم ان زكر ان التعريف ان الزكاء الاصطناعي بيعتبر مجموعة من الجهود المبزولة بهدف تطوير نظم المعلومات المحوسبة وتعليم الالة بطريقة ان هي تستطيع معها ان هي تتصرف وتفكر باسلوب تلقائي مماثل لتفكير البشر طيب هذا التعريف كان له ايجابيات ان وضعوه ركزوا على مسألة مهمة جدا من الناحية القانونية طيب ايه هي المسألة المهمة جدا من الناحية القانونية ديه هي تلقائية التصرف من قبل نظم الزكاء الاصطناعي كمان التعريف ده لم يجعل كل تركيزه على الكيان المادي للالة زي ما رحزنا في التعريفات السابقة اللي زكرناها مع حضراتكم كمان اكد هذا التعريف على قبلية تلك النظم اللي هي نظم الزكاء الاصطناعي على التعلم واداء المعلومات بشكل يشبه البشر اه وبالتالي هو يشبه الزكاء الاصطناعي او هو يشبه الزكاء الاصطناعي بشخص قانوني عاقل اذا وفقا لهذا التعريف الراجح نقدر نخلص ان هذا التعريف بيشبه الذكاء الاصطناعي بشخص قانوني عاقل اه بعد ما تعرفنا على مفهوم وتعريف الزكاء الاصطناعي واوردنا موقف التشريعات الوطنية منه وبينا تعريفه في اللغة وفي الفقهاء او في فقهاء القانون العام بننتقل الان الى المحور التاني في محاضرتنا النهاردة وهو خصائص الزكاء الاصطناعي واهدافهم هنعرف يعني ايه هي خصائص الزكاء الاصطناعي وهنعرف يعني ايه هي اهم اهداف الزكاء الاصطناعي اه الحقيقة ان من خلال التعريفات اللي اوردناها سابقا واللي صقها الفقه والتشريعات اه لمصطلح الزكاء الاصطناعي اه نقدر نستنتج او يتبين لنا ان الزكاء الاصطناعي ده بيتمتع او بيتسم بعدة خصائص اه هذه الخصائص بترجع اولا الى كونه علم اه بالاضافة ثانيا الى كونه بيتكون من تركيب داخلي بيؤدي مهم اه معقدة طيب هذه الخصائص من ابرزها اول حاجة عندنا اه التمثيل اه الرمزي اه الحقيقة ان التطبيقات الزكية بتتعامل عند اتمام مهمها اه بتتعامل مع رموز بتعبر عن المعلومات المتوفرة اه التمثيل ده بيقترب من تمثيل او من شكل تمثيل الانسان للمعلومات اللي بيتلقاها في حياته اليومية يبقى التطبيقات الزكية بمجرد اتمام مهمها فانها بتتعامل مع رموز بتعبر عن المعلومات المتوفرة هذا التمثيل هو تمثيل بيقترب من شكل تمثيل للإنسان للمعلومات اللي بيتلقاها في حياته اليومية بالتالي فالزكاء الاصطناعي بيستخدم أساسا رموزا غير رقمية وهو في هذا يشكل نقدا صارخا للفكرة السائدة ان الحاسب لا يستطيع ان هو يتناول سوى الأرقام فعلى سبيل المثال او على سبيل المستوى القاعدي الحاسب الآلي بيتكون من نبائط سنائية هذه النبائط لا يمكن لها ان هي تتخذ سوى احد وضعين اتفق على ان يرمز لهم بواحد او صفر واد اختيارها زين الرمزين الرقميين الى انتشار فكرة مؤداها ان الحاسب ما يقدرش يفهم غير كلمة نعم او حطر وانه كمان لا يستطيع ان هو يميز المعنى المقصود من الكلام زي ما الانسان بيقدر ان هو يفهمه ويستوعبه يبقى ده اول خصائص الزكاء الاصطناعي ان هو لديه القدرة على التمثيل الرمزي تاني حاجة من خصائص الزكاء الاصطناعي ان هو بيحتضن المعرفة وبما يمثلها كيف يحتضن الذكاء الاصطناعي للمعرفة وكيف يقوم بتمثيلها الحقيقة ان الذكاء او الحاسب الالي او الروبط عشان يقدر ان هو يتمكن من حل المسائل الموكلة اليه لابد ان هو يتم تمكينه من فهم هذه المسائل اولا وبالتالي لما كان من الخصائص الهمة في برامج ونظم الزكاء الاصطناعي استخدام اسلوب التمثيل الرمزي زي ما قلنا منذ قليل في التعبير عن المعلومات واتباع طرق البحث التجريبي في ايجاد الحلول فان تلك البرامج والنظم يجب ان هي تمتلك في بنائها قاعدة معرفية كبيرة تحتوي على الربط بين الحالات او المعطيات والنتائج المطلوبة يبقى اذا الزكاء او نظم الزكاء الاصطناعي بتتميز او من خصائص ان هي بتحتضن المعرفة وبتمثلها برامج الزكاء ونظم الزكاء الاصطناعي يجب ان هي تمتلك في بنائها قاعدة معرفية كبيرة هذه القاعدة بتحتوي على الربط ما بين الحالات او المعطيات وبين النتائج المطلوبة كمان برامج الزكاء الاصطناعي بعكس البرامج الاحصائية لانها بتحتوي على اسلوب لتمثيل المعلومات وكمان بتستخدم هيكلة خاصة لوصف المعرفة هذه الهيكلة بتتضمن عدة امور زي الحقائق والعلاقات بين هذه الحقائق والقواعد اللي بتربط هذه العلاقات الى غير ذلك ايضا هذه الهيكلة او ايضا برامج الزكاء الاصطناعي بتضم مجموعة هيكل معرفية بتكون فيما بينها قاعدة بتسمى قاعدة المعرفة اللي احنا بنتكلم عليها والقاعدة دي بتوفر اكبر قدر ممكن من المعلومات عن المشكلة اللي احنا بصدد ايجاد حل ناجع لها جبا ايزا خصائص الزكاء الاصطناعي ان هو بيحتضن المعرفة وبيمثلها برامج الزكاء الاصطناعي زي ما قلنا لحضراتكم بتكتلف عن برامج الاحصاء لانها بتحتوي على اسلوب لتمثيل المعلومات وبتستخدم هيكلة خاصة من اجل وصف المعرفة بالاضافة لما سبق من خصائص الزكاء الاصطناعي ايضا القابلية على التعلم القابلية على التعلم والحقيقة ان من الصفات المهمة للاليات الزكية ان هي عندها القابلية على التعلم وده بيكون من خلال الخبرات والممارسات السابقة بالاضافة ايضا الى قابليات على ان هي بتحسن اداءها لمهمها وبتأخذ في الاعتبار ايضا الاخطاء السابقة بتأخذ في الاعتبار ايضا الاخطاء السابقة القابلية على التعلم هذه هي بترتبط بالقابلية على تعميم المعلومات وفي نفس الوقت استنتاج حالات مماثلة وانتقائية وايضا اهمال بعض المعلومات الزائدة اللي مفيش منها فايدة مرجوة بالاضافة لذلك الزكاء او برمجيات الزكاء الاصطناعي ايضا لديها القدرة هي والاليات الزكية على ان هي تحتفظ بالمعلومات وكمان تحتفظ بالاشياء وتتذكرها في المستقبل ولا تتعرض لعملية نسيانه وده اللي من شأنه انه بيجعل هذه البرامج او بيجعل برمجيات الزكاء الاصطناعي اكثر تمييزا على العقل البشري اللي طبعا زي ما احنا عارفين ان العقل الانسان منه بيكون كثير او عرضة للنسيان بسبب طبيعة تكوينه البشرية اذا نقلص من ذلك ان الزكاء الاصطناعي بيمتاز او بيتميز بانه لديه القدرة والقابلية على التعلم من خلال الخبرات والممارسات اللي اكتسبها بالاضافة ايضا لانه هو لديه القابلية على انه يحسن من اداء مهمه لابد ان احنا نشير هنا لامر هم كذلك وهو ان قدرة الزكاء الاصطناعي على التعلم والادراك لا تعني في الحقيقة انه هو مطابق للزكاء البشري يبقى قدرة الزكاء الاصطناعي على التعلم والادراك لا تعني في الحقيقة انه هو بيطابق الزكاء البشري طيب ليه ما نقدرش نقول ان قدرة الزكاء الاصطناعي على التعلم والادراك لا تعني في الحقيقة انه مطابق للذكاء البشري لان كل ما هناك انه هذا الذكاء الاصطناعي بيكون لديه القدرة فقط على تغيير افعاله وفقا لخبراته او بحسب خبراته وبالتالي فهو ما بيكونش مربوط او لا يكون مربوطا بالافعال اللي برمج عليها في الاصل فقط بل ايضا له قدرة التطور نتيجة قدرته على التعلم وده واقع بيعطي او بيؤكده امكانية انه هو يطور نفسه بنفسه فالافعال اللي برمج عليها في اصله لا تمثل الا اعطاءه القدرة على التعلم ولكن ليس التعلم في حد ذات يبقى اذا قدرة الزكاء الاصطناعي على التعلم والادراك لا تعني في الحقيقة انه هو مطابق للذكاء البشري بالاضافة لما سبق فان من خصائص الزكاء الاصطناعي ايضا استخدامه للاسلوب التجريبي المتفاعل هذه الخصيصة بنقول فيها ان برامج الزكاء الاصطناعي ونظمه اصبحت بتقطحم المسائل التي ليس لها طريقة حل عامة معروفة وده بيعني ان هذه النظم الزكية لا تستخدم خطوات متسلسلة تؤدي الى الحل الصحيح الناجح ولكنها بتختار الطريقة الانسب للحل للمهمة الموكل بها اليه مع الاحتفاظ باحتمالية التغيير في طريقة الحل لو اتضح ان الطريق الاول لا يؤدي الى الحل سريعا او كما هو مطلوب اي التركيز على الحلول الوافية وعدم تأكيد الحلول المثلة او الدقيقة كما هو معمول به في البرامج التقليدية من هذا المنطلق نقدر نقول ان حل المعادلات اللي هي من الدرجة التانية لا يعد من برامج الزكاء الاصطناعي لان الطريقة في هذه المعادلات او في حل هذه المعادلات بتكون معروفة كبرامج مثلا لعبة الشطرنج وده نظرا لغياب طريقة واضحة واكيدة في تحديد الحركة القادمة اثناء اللعب فيها يبقى خصائص الزكاء الاصطناعي ان هو بيستخدم الاسلوب التجريبي المتفائل لان برامجه ونظمه اصبحت بتقطحم المسائل اللي ليس لها طريقة حل عامة ومعروفة وده بيعني ان هذه النظم الزكية ما بتستخدمش خطوات متسلسلة تؤدي الى الحل الصحيح ولكن بتختار الطريقة الانسب للحل للمهمة الموكلة اليها من خصائص الزكاء الاصطناعي ايضا قابلية الزكاء الاصطناعي على التعامل مع المعلومات الناقصة برامج الزكاء الاصطناعي ايضا بتمتاز او من خصائص ان هي لديها القابلية على ان هي تتوصل الى ايجاد الحلول حتى ولو كانت المعلومات التي تم تقدمها اليها هي معلومات ناقصة وغير مكتملة في الوقت اللي بتتطلب فيه الحل منها والحقيقة ان تابعات عدم تكامل المعلومات قد يؤدي الى استنتاجات اقل واقعية او اقل جدارة لكن من جانب اخر الاستنتاجات اللي بتتوصل اليها هذه النظم هي بتكون استنتاجات صحيحة الا انه بيترطب على نقص البيانات اللازمة كون النتيجة اللي تم التوصل اليها نتيجة غير صائبة او كونها اقل نجاحة او نجاعة مع احتمال وجود خطأ فيها في بعض الاحيان يبقى اذا من خصائص الزكاية الاصطناعي ان هو لديه القابلية على ان هو يتعامل مع المعلومات الناقصة المقدمة اليه والمعلومات غير المكتملة من خصائص الزكاية الاصطناعي ايضا ان هو بيتعامل مع البيانات المتنقضة والبيانات المتكررة فبرامج الزكاية الاصطناعي قدرتها على التعامل مع بيانات قد يناقض بعضها لبعض الاخر لديها القدرة على ان هي تتعامل مع البيانات التي قد يناقض بعضها لبعض الاخر وكمان لديها القدرة على ان هي تتعامل مع البيانات المكررة لأكثر من مرة وده بيسمى أو بيعرف بيه البيانات المتنقضة طيب البيانات المتنقضة ديت بقى هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن تلك البيانات اللي بيشوبها بعض الأخطاء كمان أيضا نظم الزكاء الاصطناعي بيمكن استخدامها واستخدام آلياته للقيام بالأعمال الاعتيادية اللي بتتطلب نفس آلية العمل في كل مرة كمان بيمكن استخدام هذه الأنظمة للقيام بالأعمال اللي بتشكل خطرا على حياة البشر يبقى إذن من خصائص الزكاء الاصطناعي أن هي بتتعامل مع البيانات المتنقضة والمتكدرة زي البيانات اللي بيناقض بعضها لبعض الآخر أو المقررة لأكثر من مرة والبيانات المتنقضة دي هي البيانات اللي بيشوبها بعض الأخطاء من خصائص الزكاء الاصطناعي أيضا القابلية على الاستدلال يقصد بها القدرة على استلهام الحلول المناسبة لمشكلة معينة ومن وقائع ومعطيات معروفة مسبقا ومن الخبرات السابقة للآلات الزكية ولا سيام على وجه الخصوص للمشكلات التي لا يمكن حلها باستخدام الوسائل التقليدية القابلية للاستدلال هذه بتتحقق على الحاسب الآلي من خلال تخزين جميع الحلول الممكنة والمحتملة بإضافة إلى استخدام قوانين أو استراتيجيات الاستدلال وقوانين المنطق يبقى قابلية الزكاء الاصطناعي للاستدلال معناها أنه لديه القدرة على استلهام الحلول المناسبة لإحدى المشكلات من خلال الوقائع والمعطيات المعروفة مسبقا تمانية أيضا من خسائص الزكاء الاصطناعي أن الزكاء الاصطناعي بيمتاز بأنه لديه القابلية على أنه يحاكي سلوك الإنسان وده بيعني أنه لديه القدرة على محاكاته للسلوك الإنساني وده ما يمكن الجزم به ليه؟ لأن الغاية من فهم الزكاء الاصطناعي بتكون بهدف أو من أجل الاستفادة منه في معالجة المعلومات والوصول إلى فهم الزكاء الإنساني زي فهم اللغة الإنسانية والسلوك الإنسان نظرا لأن الإنسان بيعتبر أو بيعد هو منبع الزكاء اللي تلقته الأداء الآلة أو النظام الزكي يبقى الزكاء الاصطناعي بيمتاز بأن لديه القابلية على محاكات سلوك الإنسان من خصائص الزكاء الاصطناعي أيضا أنه يؤدي مهامه وفق تفكير منطق ونقدر نقول في هذه الخاصية أن الزكاء الاصطناعي على عكس الإنسان لا يتأثر أو لا تؤثر عليه أي عواطف قد تعيق سير العمل المكلف به لأن هذه الأنظمة ليست أو لا تتصف بحالة المزاجية وإنما هي بتعمل وفق طريقة تفكير بتتسم بالمنطق وده اللي بيجعلها لديها القدرة على أن هي تتخذ القرارات السائبة والصحيحة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية يبقى الزكاء الاصطناعي بيؤدي مهامه وفق تفكير منطقي وبالتالي هذا الزكاء الاصطناعي أو هذه النظم ليست مثل الإنسان تتأثر بالعواطف اللي بتعيق سير العمل بها ولكن على العكس هذه الأنظمة ليست لديها هذه المشكلة مشكلة التأثر بالعواطف ولا تتصف كمان بحالة المزاجية ولكن بتعمل وفق تفكير وطريقة منهجية من خصائص الزكاء الاصطناعي أيضا أنه يمتاز بالعمل الدائم وأنه يعالج كم هائل من البيانات بدون وجود أي أخطاء وده بيتم من خلال إمكانية قيام الآلات الزكاء الاصطناعي والروبوتاتو بعملها بشكل متواصل ومستمر دون أن هي تشعر بالملل أو بالكلل وأيضا بتمتاز بسبات قدرتها على الانتاج بصورة دائمة بغض النظر عن الوقت أو الظروف المحيطة بالعمل وكمان بإمكانها أن هي تتعامل مع كم هائل من البيانات وأن هي تخزنها وتعالجها والحقيقة أن استخدام تلك الأنظمة الزكية بيساهم في الحد من نسبة القطأ اللي قد تحدث أثناء تنفيذ المهام بالإضافة إلى الدقة الكبيرة في تأدية هذه المهام يبقى من قصائص الزكاء الاصطناعي أنه لديه القدرة على أنه يعمل بشكل دائم ومستمر دون أنه يشعر بالملل أو بالكلل كمان لديه القدرة على أنه يعالج كم هائل جدا من البيانات دون أن يحدث أي خطأ في هذا الأمر من خصائص الزكاء الاصطناعي أيضا استقلاليته في تنفيذ أو في اتخاذ القرارات الحقيقة أن الزكاء الاصطناعي من أهم ما يتميز به أنه هو تطبيقاته مستقلة في إحداث الأثار وده من خلال اتخاذ القراراتها بصورة منفردة بعيدة عن إرادة مستخدمها وبالتالي نقدر نقول أن الزكاء الاصطناعي ده مستقل باعتبار أنه يحتوي على حد أدنى من المعلومات التي تشكل بالنسبة له دعما من مصممه أو منتجه بالإضافة إلى المعلومات التي يكتسبها من البيئة المحيطة به أثناء أداءه لمهمه وبالتالي تكون لديه قدرة المبادرة بطرق استباقية مع إظهار نوع من المرونة في ذلك هذا بالإضافة إلى القيام بمبادرات وتقديم اقتراحات هذا بالإضافة إلى القيام بمبادرات وتقديم اقتراحات مهمة للمستخدمين فضلا عن التفاعل والرد على الطلبات الموجهة له من هؤلاء المستخدمين يبقى الزكاء الاصطناعي بيمتاز أو من أهم خصائصه أنه لديه استقلالية في اتخاذ القرارات وده من أهم ما يتميز به الزكاء الاصطناعي حقيقة أن تطبيقاته مستقلة في إحداث الأثار معينة ومن خلال أن هي بتتخذ قراراتها بصورة انفراضية أو منفردة بعيدة عن إرادة مستخدمها بعدما تعرفنا على خصائص الزكاء الاصطناعي هنعرف لدلوقتي إيه هي أهم أهتف الزكاء الاصطناعي الحقيقة أن الزكاء الاصطناعي له جملة أهداف بيمكن حصرها في نقطتين أساسيتين النقطة الأولى أنه هو بيمكن الألات أو تمكين الألات من معالجة المعلومات والمسائل بشكل أقرب لطريقة الإنسان في معالجته لذات المسائل والمعلومات يبقى هدفه أنه هو يعمل على تمكين الألات الزكية أنه هي تعالج المعلومات والمسائل بطريقة تكون قريبة من طريقة الإنسان في معالجته لذات هذه المسائل والمعلومات بمعنى اخر الزكاء الاصطناعي بيضمن المعالجة المتوازية بحيث يتم تنفيذ عدة اوامر في نفس الوقت بشكل مشابه للانسان الزكاء الاصطناعي ايضا من اهدافه ان هو بيعمل على فهم افضل لما هي تعامل الزكاء البشري من خلال فك اغوار الدماغ الانساني ومن خلال محاكاته فكما هو معروف طبعا ان الجهاز العصبي والدماغ البشري بيعتبروا من اكثر الاعضاء تعقيدا ودول بيعملوا بشكل مترابط وشكل دائم في التعرف على ما هي الاشياء في الواقع العملي يبقى اذا اهداف الزكاء الاصطناعي باختصار اول حاجة تمكين الالات الزكية على معالجة المعلومات بنفس الطريقة اللي بيعالج بها الانسان هزين مسائل والمعلومات ايضا اتنين فهمة افضل لما هي تعامل الزكاء البشري المحور التالت في محاضرتنا النهاردة وده هنتحدث فيه عن انواع الزكاء الاصطناعي ومكونته الحقيقة بالنسبة لانواع الزكاء الاصطناعي بيمكن تصنيف الزكاء الاصطناعي تبعا لما يتمتع به من قدرات زكية تبعا لما يتمتع به من قدرات زكية الى ثلاثة انواع مختلفة وهما الزكاء الاصطناعي المحدود او الضيق والزكاء الاصطناعي العام والزكاء الاصطناعي الفائق هنعرف يعني ايه المقصود بكل نوع من هذه الانواع الثلاثة على النحو التالي اول حاجة بالنسبة للزكاء الاصطناعي المحدود او الضيق وده بيعتبر ذكاء الاصطناعي محدود او ضيق هو من اضعف لانه من اضعف انواع الزكاء الاصطناعي وبالتالي نقدر نقول انه سمي بالذكاء الاصطناعي المحدود لان تطبيقاته لا تستطيع ان هي تقوم سوى بمهام ضيقة ومحدودة وواضحة على عكس غيره طبعا من الانواع طيب من امثلة هذا النوع ايه عندنا السيارات ذاتية القيادة ذات النظام البسيط او حتى برامج التعرف على الكلام والصور وكمان زي لعدة الشطرنج اللي بتكون موجودة على اجهزة الكمبيوتر الزكية ومن امثلته ايضا اجهزة الترجمة واجهزة الاتصال الذكية كل هذه الامثلة بتدخل في اطار الزكاء الاصطناعي المحدود او الضيق والحقيقة ان هذا النوع من انواع الزكاء الاصطناعي بيعد هو من اكثر الانواع شيوعا وتوفرا في وقتنا الحال يبقى النوع الاول هو النوع الزكاء الاصطناعي او المحدود وده اللي لا تستطيع تطبيقاته ان هي تتعامل سوى او تقوم سوى بمهام ضيقة ومحدودة وواضحة النوع الثاني وهو الزكاء الاصطناعي العام وده بيقصد به الذكاء اللي بيمكن لتطبيقاته ان هي تعمل بقدرة تشابه قدرة الانسان من حيث التفكير ومن حيث الادراك والحقيقة ان هذا النوع بيركز على جعل الالة الزكية قادرة على التفكير والتخطيط من تلقاء نفسها وبشكله يشبه تفكير البشر لكن رغم ذلك مفيش عندنا اي امثلة عملية او واقعية على هذا النوع سوى فقط الروبوتات الزكية لان كل ما يوجد حتى الان هو عبارة عن دراسات بحسية في حاجة الى المزيد من الجهد اللي تطويرها وتحولها الى واقع كمان بتعد الشبكات العصبية الاصطناعية من ابرز طرق دراسة الزكاء الاصطناعي العام لان هذه الطريقة بتعني بانتاج نظام شبكات عصبية لالالة الزكية بيكون مشابهة لتلك اللي يحتويها تركيب الجسم البشر يبقى النوع الثاني عندنا اللي هو الزكاء الاصطناعي العام وده بيقصد به الزكاء اللي بيمكن لتطبقاته ان هي تعمل بقدرة تشابه قدرة الانسان من حيث التفكير والادراك الحقيقة مفيش عندنا امثلة عليه سوى الروبوتات الزكية النوع التالت وهو الزكاء الاصطناعي الفائق وده او النوع ده بيعد من اقوى انواع الزكاء الاصطناعي نظرا لما يمتلكه من قدرات بتفوق مستوى زكاء البشر وده بيستطيع القيام بمهم بشكل افضل مما يقوم به البشر المتخصصين وذوي المعرفة العلمية وهذا النوع من انواع الزكاء الاصطناعي بيتميز بالعديد من الخصائص اللي لابد ان يتضمنها لغرض وجوده بحيث بيتميز مثلا بالقدرة على التعلم التلقائي وكمان بيتميز بالتخطيط والتواصل التلقائي واصدار الاحكام واتخاذ القرارات دون ان هو يرجع الى البشر الا ان احنا نقدر نقول ان مفهوم الزكاء الاصطناعي الفائق ده بيعتبر هو اليوم مفهوم افتراضي او خيالي من الناحية العلمية ونادر ان هو يكون موجود في عصرنا الحالي وهو ما قد يشكل تهديد لانه قد يشكل تهديدا للبشر في المستقبل يبقى النوع الثالث هو الزكاء الاصطناعي الفائق وده سمي بهذا الاسم لانه يعتبر من اقوى انواع الزكاء الاصطناعي نظرا لما يمتلكه من قدرات بتفوق مستوى زكاء البشر عندنا ثانيا مكونات الزكاء الاصطناعي في الحديث عن مكونات الزكاء الاصطناعي هنعرف ايه هي اهم مبادئ الزكاء الاصطناعي وايه هي اهم مكونات الزكاء الاصطناعي اول حاجة بالنسبة لمبادئ الزكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي بيقوم على مبدئين اساسيين ورئيسيين وهما المبدأ الاول تمثيل البيانات والمبدأ التاني البحث والتفكير طيب ايه المقصود بمبدأ تمثيل البيانات تمثيل البيانات بيقصد به بيان كيفية تمثيل البيانات او المشكلة المراضحة لها في الحاسب الالي بهدف ان يتمكن الحاسب ده من معالجتها واخراجها المخرج او الحل المناسب له او بيقصد بها بيان كيفية وضع المشكلة في صورة ملائمة في العقل الذكي للآلة او للحاسب الذكي حتى يقدر ان هو يفهمها ويتمكن من التفكير في حل سليم وناجح له يبقى ده المقصود بتمثيل البيانات ان هو يقدر يوضع المشكلة في صورة ملائمة في العقل الذكي للآلة او للحاسب الذكي حتى يستطيع ان هو او حتى يتمكن ان هو يفهمها ويتمكن من التفكير في حل ناجح لها المبدأ الثاني وهو مبدأ البحث والتفكير وبيقصد بمبدأ البحث والتفكير التفكير بحد ذاته لان الحاسوب بيقوم عند تكلفه باوامر او مهامه معينة بالبحث في الخيارات المتاحة امامه ومن ثم بيقوم بتقييمها طبقا لمعايير موضوعة له خصيصا او يقوم هو باستنباطها بنفسه ثم يقوم بالتفكير من اجل او بهدف ان هو يقرر الحل الامثل لما هو مطلوب منه انجازه او تقرره يبقى المبدأ الثاني وهو مبدأ البحث والتفكير وده بيعني ان الحاسب بيقوم عند تكلفه باوامر او مهام بالبحث في الخيارات المتاحة امامه ومن ثم تقييمها مكونات الزكاء الاصطناعي الحقيقة ان الزكاء الاصطناعي بيتكون من سلاسة مكونات رئيسية واساسية وهم اول حاجة عندنا قاعدة المعرفة قاعدة المعرفة حيث غالبا ما يقاس مستوى اداء النظام الزكي في اي تطبيق من تطبيقات الزكاء الاصطناعي بدلالة حجم ونوعية قاعدة المعرفة التقنية اللي بيحتويها قاعدة المعرفة هذه بتتضمن عدة امور اول حاجة بتتضمن الحقائق المطلقة بتتضمن الحقائق المطلقة ودي بتصف العلاقة المنطقية ما بين العناصر والمفاهيم المدخلة وبين مجموعة الحقائق المستندة للخبرة والممارسة العملية للقبراء المسؤولين عن ادارة النظام كمان بتتضمن قاعدة المعرفة طرق حل المشكلات وتقديم الاستشارة لابد النهاردة نكون عندك طرق ناجحة لحل هذه المشكلات وكمان لتقديم كافة الاستشارات ايضا القواعد المستندة على صغر رياضية بتدخل في قاعدة المعرفة يبقى اول مكون من مكونات الزكاء الاصطناعي وهو ما يعرف بقاعدة المعرفة من مكونات الزكاء الاصطناعي ايضا عندنا منظومة آلية الاستدلال وبيقصد بها انها عبارة عن اجراءات مبرمجة بتقود الى الحل المطلوب من خلال ربط القواعد والحقائق المعينة وتكوين خط الاستنباط والاستدلال يبقى منظومة آلية الاستدلال هي عبارة عن اجراءات مبرمجة بتقود الى الحل المطلوب من خلال ربط القواعد والحقائق المعينة وتكوين خط الاستنباط والاستدلال الثالث حاجة من مكونات الزكاية الاصطناعي اللي هي وجهة المستفيد وجهة المستفيد هذه بيقصد بها الإجراءات بيقصد بها الإجراءات التي تزود المستفيد بأدوات مناسبة للتفاعل مع النظام الزكي خلال مرحلة التطوير والاستفتام المباشر إذن من مكونات الزكاية الاصطناعي ومقاعدة المعرفة ومنظومة آلية الاستدلال ووجهة المستفيد بننتقل لآخر محور النهاردة في محضرتنا وهو تقييم الزكاية الاصطناعي والحقيقة أن في حديثنا عن تقييم الزكاية الاصطناعي لابد أن نعرف أمرين مهمين جدا جدا أول حاجة ما هي الإيجابيات الخاصة بنظم الزكاية الاصطناعي وتاني حاجة هل نظم الزكاية الاصطناعي هذه بتحتوي أو بتشكل أو لديها مخاطر معينة تلا نعرفه في هذا المحور إن شاء الله أول حاجة من إيجابيات الزكاية الاصطناعي بنقول ذاتية التحكم أهمية الزكاية أو أهمية أنظمة الزكاية الاصطناعي بتبدو إن هي ذاتية التحكم من خلال قدرتها على إن هي تنفذ الأدوار اللي تؤديها أو ليؤديها البشر في المهام الأمنية الخطرة اللي بتعرض أرواحهم للخطر ده من خلال استخدام الآليات والأجهزة الزكية تلقائية التحكم وتسخرها للقيام بأعمال أكثر تعقيدا من الناحية المعرفية من إيجابيات الزكاية الاصطناعي أيضا إن لديه السرعة في إنجاز العمليات المطلوبة فتقنيات الزكاية الاصطناعي وأدواته المختلفة هي من الوسائل الفريدة للعمل في كافة الجوانب وفي كافة الحدود وفي كل الحدود الزمنية لأن هذه الأنظمة لديها القدرة على أن هي تستجيب بسرعة جيجا هيرتز وده بدورها بتمتلك القدرة على أن هي بتسرع وسيرة العمليات المطلوبة منها بشكل عام يبقى إذن من إيجابيات الزكاية الاصطناعي ذاتية التحكم والسرعة في إنجاز العمليات المطلوبة عندنا ثانيا مكونات الزكاية الاصطناعي في الحديث عن مكونات الزكاية الاصطناعي هنعرف إيه هي أهم مبادئ الزكاية الاصطناعي وإيه هي أهم مكونات الزكاية الاصطناعي أول حاجة بالنسبة لمبادئ الزكاية الاصطناعي الزكاية الاصطناعي بيقوم على مبدئين أساسيين ورئيسيين وهما المبدأ الأول تمثيل البيانات والمبدأ الثاني البحث والتفكير طيب إيه المقصود بمبدأ تمثيل البيانات تمثيل البيانات بيقصد به بيان كيفية تمثيل البيانات أو المشكلة المراضحة لها في الحاسب الآلي بهدف أن يتمكن الحاسب ده من معالجتها وإخراجها المخرج أو الحل المناسب له أو بيقصد بها بيان إيجابيات الزكاية الاصطناعية آخر حاجة النهاردة بنقولها مخاطر الزكاية الاصطناعية له عدة مخاطر أول حاجة بيقشى أن الزكاية الاصطناعية قد يؤثر في المستقبل على العمل ويؤدي إلى فقد الكثير من الوظائف كمان له مخاطر فيما يتعلق باستخدام أنظمة الأسلحة الذكية الفتاكة أيضا قد تشكل نظم الزكاية الاصطناعية المخاطر في أنها قد تتحكم بالبشر أيضا من مخاطر الزكاية الاصطناعية عمليات الاختراق وتزوير مواقع الإنترنت الأصلية رغم ما يتمتع به الزكاية الاصطناعية إلا أنه قد تشكل محددية البيانات لديه أيضا مخاطر من مخاطره فعلى سبيل المثال مثلا من أنظمة الزكاية الاصطناعي الحالية أو نظم أو برامج الزكاية الاصطناعية الموجودة حاليا اللي يمكن بعضنا أو كثير مننا ينسمع عنه اللي هي زي الشات جي بي تي والخلاود لغير ذلك من برامج الزكاية الاصطناعية المعروفة والمنتشرة هذه النظم رغم ما تتفوق لديه من بيانات ومعلومات إلا أنها قد يكون لديها محدودية في البيانات تتوقف مثلا عند عام 2021 ونحن الآن في عام 2023 فبالتالي بيكون دي من أهم المخاطر اللي بتميز أو من أهم المخاطر اللي بتعيق نظم الزكاية الاصطناعية أنها لديها محدودية في البيانات بكده بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا الأولى في مقرر الزكاية الاصطناعي وكانت للحديث عن مفهوم الزكاية الاصطناعي تحدثنا فيها عن عدة أو أربعة محاول رئيسية حيث تحدثنا عن تعريف الزكاية الاصطناعي وخصائص الزكاية الاصطناعي وأهدافه وأنواع الزكاية الاصطناعي ومكوناته وأخيرا تناولنا تقييم الزكاية الاصطناعي وبكده بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا اليوم بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع بتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق والسداد إن شاء الله نلتقي في محاضرتنا القادمة المحاضرة الثانية واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته